قال وزير الدفاع الأمريكي قال كلام بالنسبة ليهم مؤلم وزير الدفاع الأمريكي قال باختصار شديد لم تواجه الولايات المتحدة وضعا متقلبا في الشرق الأوسط كما تواجهه الآن منذ خمسين عام منذ خمسين عام عندما كان مستشارين الروس في مصر وكانت ما زال مصر فيها نفس ثوري ولو بكثير من الخداع وما زالت ضد إسرائيل وما فيش تطبيع وما فيش قالهم لم نواجه أن 7 أكتوبر قالهم 7 أكتوبر لم تؤثر فقط على غزة وفلسطين وإسرائيل إنما وضعنا الأمريكي في المنطقة ككل تحديات غير مسبوقة إلى درجة أن في أخبار أنهم استولوا وأنهم يضعون الآن بطاريات سواريخ ويقيمون قواعد أمريكية داخل سلقطرة سلقطرة هي جزيرة يمنية مسيطرة عليها الإمارات وعملائها من اليمنيين وعطاوها للأمريكان الآن بشير يديروا فيها قواعد عسكرية على أساس أن يواجهوا الحوثيين في الحوثيين اللي أقلقوهم في المسارات التجارة العالمية والممرات البحرية الدولية اللي أمريكا منذ أن نشأت خاصة بعد الحرب العالمية الثانية أصبحت هي الدراكي للجوندارم اللي يسير الممرات العالمية كلها لأنها هي الإمبراطورية الأقوى يعني اللي مسيطرة عليها هي ما عادة بعض الممرات اللي ربما تحت النفوذ الصيني أو الروسي إلى آخرها فالأوضاع سيئة جدا إلى درجة أن كتبت صحفية إسرائيلية شهيرة تكتب في الإعلام الأمريكي وتسمى والإعلام نقلت عليها يا دعوات الحرانية وتسمى أورلي أزولاي هذه الصحفية الصهيونية الإسرائيلية صحفية أمريكية إسرائيلية أسمع وش قالت به نختم الحديث على غزة ستكون خسارة مؤلمة ستتركنا وحدنا في الحي دون حماية القوة التي تنقذنا منا ولكن أيضا من البلطجية الآخرين في جميع أنحاء العالم لن يأتي أحد إلى ساحة المدينة ويعلن أن إسرائيل خسرت أمريكا لكن ذلك يحدث بالفعل بهدوء خلف الكواليس وبينما تموت الديمقراطيات في الظلام كذلك حال التحالفات والصدقات بين البلدان في أحد الأيام يسترقذ الطرفان ويكتشفان أنهما لم يعود على نفس القارب ولا يوجد شاطئ آمن البيت الأبيض محبط من نتنياهو وخائب الأمل من إسرائيل التي كانت في نظر الأمريكيين دات يوم أمة التكنولوجيا الفائقة والأداء الجريء الدولة العجيبة التي لعبت دورا متفوقا ضد العالم أجمع رغم كل الصعاب اليوم ينظر إلى إسرائيل على أنها مصدر إزعاج وصداع للعالم ودولة لا يمكن التنبؤ بتصرفاتها هذه عبارات لصحفية أمريكية إسرائيلية شهيرة تكتب في عدد من الصحف الأمريكية والإسرائيلية ماذا تضيف؟ إحدى أكبر مشاكل بايدن هي المسلمين في الولايات الرئيسية في الولايات المتحدة قمت هذا الأسبوع بزيارة مدينة آربر بولايات ميشيغن وكانت المظاهرات في جميع أنحاء المدينة الجامعية من أجل فلسطين قوية فالجيل المسلم الشاب لم يعد راضيا وهو محق بأن يكون مصدر جذب لم يعد راضيا وهو محق بأن لا يكون فقط مصدر جذب للحمص والفلافل أبناءه يعتبرون أنفسهم مناضلين من أجل الحرية وثوارا وبعضهم يرتدون حول عناقهم مفاتيح المنازل التي طردت منها جداتهم خلال النكبة إنهم متعلمون وثرثارون يتقنون اللغة الإنجليزية وعلى دراية بتاريخ الاحتلال الإسرائيلي ومنخرطون في السياسة ويقول زعماء الجالية الإسلامية في ميشيغان إن بايدن خانهم وأنه يشتري أسلحة لإسرائيل بأموال ضرائبهم لن يصوتوا لصالح ترامب لكن يمكنهم البقاء في منازلهم يوم الانتخابات أو التصويت لطرف ثالث وهو تصويت غاضب وليس فقط هؤلاء المسلمين بحسب استطلاعات معمقة فإن خمسين بالمئة من الشباب في أمريكا لا يؤيدون سياسة بايدن تجاه الحرب في غزة الرئيس في ورطة وستأخذ السياسة مكانها ففي نهاية المطاف هذه سنة انتخابية بايدن يحب إسرائيل حقا عكس الحب ليس الكرهية بل اللامبالات وحالما يحدث ذلك سيكون الإعلان عن أن إسرائيل فقدت ما هو مهم في صداقاتها أخشى ما يخشوه الآن هو فقدان الدعم الأمريكي هو فقدان الاهتمام الأمريكي هو فقدان تلك المكانة الاستثنائية الخاصة التي كانت لإسرائيل بحيث أن الأمريكان يختلفون حول كل شيء إلا إسرائيل الآن أصبحت إسرائيل هي أحد أكبر مصادر الخلاف إلى درجة أن هناك انقسام داخل مجلس الشيوخ الأمريكي بين الجمهوريين والديمقراطيين فقد طلب نتنياهو أن يأتي إلى واشنطن ويلقي كلمة في مجلس الشيوخ حتى يخرج بايدن والإدارة بعد أن بدأوا يضغطوا عليه فشانك شومر اللي هو زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ وهو الأغلبية له في مجلس الشيوخ قال لونيات لن نسمح لك بأن تلقي كلمة في مجلس الشيوخ لا ككل لأنه هو رئيسه ولا كديمقراطيين فلجأ إلى الجمهورين دمعا الجمهوريين مع إسرائيل في المطلق لأسباب متعددة خاصة في إطار تنافس الآن يريدون أن يظهروا أن يغرقوا بايدن في قضية غزة يغرقوه بحيث يبتعد عنه الصهاينة ويبتعد عنه اليسار ويبتعد عنه المسلمين فيخسر بايدن لصالح ترامب يكفي أن يبقوا هذا في بوتهم فقط يخسر بايدن فلجأ إذن نتنياهو إلى الجمهوريين الجمهوريين قالوا نجيبوك تلقي عنا كلمة ولكن في في الهاوس في في الغرفة الأخرى نواب في غرفة النواب الجمهوريين هم الجمهوريين هم اللي يقودون هم الأغلبية واللي يقود واللي يرأس المجلس النواب هو ليس فقط جمهوري هو جمهوري متطرف من أشد أنصار ترامب المتطرفين جدا فقالوا نجيبوك هنا بمعنى أن إذا ذهب نتنياهو والآن الإسرائيليين يحذرون جدا من ذلك إذا ذهب الديمقراطيين لن يحضروا للقاعه سيحضر له الجمهوريين فقط يعني أن أمريكا انقسمت حول إسرائيل أمريكا كانت دائما إسرائيل شيء مقدس لا يختلفون حولها وإسرائيل لا تقول أنها مع الجمهوريين أو مع الديمقراطيين تقول أنها مع الذي في البيت الأبيض ليصره معه المهم يدعم إسرائيل هذا كله يتغير الآن هذه التغيرات حاسمة ومهمة ومركزية في تغيير الأوضاع طبعا لا يجب أن نستند عليها فقط يجب دائما نسأل أنفسنا حتى ولو كنا في قرية بعيدة أو ضعيفة أو ما نشعر في موجودة كل واحد يسأل نفسه ماذا أستطيع أن أقدم هذه المعركة لم تعد قضية معركة على الأرض ومعركة الأهل غزة التي تحت الاحتلال لا 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 القضية أصبحت كما قالوها كثير من الناس قالوها في جنوب إفريقيا وفي البرازيل وفي أستراليا وفي أمريكا وفي قالوها السود والبيض وبعض الشعوب الأصلية في الأمريكيتين إلى آخر قالوا إن غزة فتحت أعيننا على الظلم العالمي رئيس رئيس إيرلندا رئيس وزراء إيرلندا لعلكم تابعتم الأحداث اللي قال كنت قدمت لكم هنا في اللايب السابق ما كان قال أمام بايدن كلمات اللي قالها أمام بايدن أثارت فجة عالمية إلى درجة أنه أعلن أمس عن استقالته قال في في الإعلان على الاستقالة قال لأسباب سياسية وصحية كل التحليلات تقول أن ما قاله في البيت الأبيض كان قنبلة بحيث قال لهم نحن لماذا نناس الفلسطينيين لأن نتذكر نرى تاريخنا فيهم الآن تعرضنا للتعذيب والاستعمار والتجويع والإبادة والقتل وتعرضوا لكل ذلك أنا شخصياً زرت ديبلن في عاصمة إيرلندا الجنوبية قبل 20 سنة بالضبط في 2004 ودخلت بعض المتاحف وشفت المعاناة انتاحهم وما عايشوه ما عرف أنا ذاك بكارثة البطاطس البطاطا يعني أزمة البطاطا مات الملايين من الإيرلنديين لأن كانت أنا ذاك الحكومة البريطانية اللي كانت هناك تصرفت معهم بكثير من الحمق وقطعت عليهم الأكل فماتوا مئات الألاف في أزمة البطاطا وهاجر الملايين احتنا للولايات المتحدة اليوم أكبر غجرة فيها هي من الإيرلنديين وهؤلاء الإيرلنديين كثيرين منهم وصلوا رؤوس رؤساء دول بما فيهم بايدن بما فيهم كلينتون وآخرين إذن هذه القضية قضية غزة أخواني وأنا هنا أتحدث أيضاً لأخواني الجزائريين راه عيب وعار علينا أن يكون موقف موقفنا هو هذا الموقف أتحدث الموقف الشعبي لأن موقف العصابة هو موقف نفاق هم كذبين يحدثون على الفلسطين ظالمة ومظلومة وهم عقلية صهيونية عقلية صهيونية ويتصرفون أبشع مع شعبهم مما تصرف صهيوني مع الفلسطينيين فأنساوا عصابات الحكم لأن هذه عصابات إجرامية تبحث على الشرعية الخارجية أو على الدعم الخارجي والدعم الخارجي أساساً هو غربي خاصة بعد ما قالهم لافروف ما كانش لبريكس لأن ما عندكم لا هيبة ولا قيمة ولا هم يحزنون كانوا عندهم شوية أوهام أنهم قرب من الصين ومن روسيا ومن يشعر في الصين وروسيا قالهم روح تلعبوا فما قالهم والو قتلهم فرنسا والمريكان وإلا يلقى وروحهم إسام وابو عز وسيني ويحيا هذا مصيراً في النهاية فأنا أتحدث الشعب الجزائري يجب أن يكون هناك خروج كي تخرج على غزة رهي مش من أجل غزة رهي من أجلك غزة رهي تخرج للشعوب العالم بالصح أنت كي تخرج معناة تبرز موقفك وأنك لا تخضع للتخويف تاعد الدراس ولا تاعد الكوميسار ياخر يمكنك تقولوا أننا مع فلسطين ظالم ومظلم هانا خارجين نحن مع فلسطين لن يستطيعوا أن يعيدوا مئات الألاف أو ملايين الناس لو كان يخرجوا لن يستطيعوا لكن لازم موقف ما يبقاش الناس مرعوبة وخايفة خوف لأمو باري رالعب لأبي